عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة كل سنة ونطيبين الحلقة النهاردة هتبقى سخنة قوي قوي البرنامج ماينفعش انتو هتثبتولي ينفع او ماينفعش معانا البنت الجميلة قوي قوي الدلوعة دلوعة ماما دلوعة ببابا سقفل منا فضالي سقفة كبيرة قوي قوي معانا المزيعة الجميلة قوي 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 انا بحبها وهم بيتحبها وكلكم بتحبوها المزيعة الجميلة والجريقة سقفة رهام السعيد سقفة كبيرة او او كل سنة وانت طيبة انت ايه رهام كل سنة وانت طيبة انت طيبة ايه موضوع البرنامج بتاعنا ماينفعش ماينفعش رهام سعيد تبقى مع منا فضالي ليه عايزيتكم تثبتولي ليه مانا عايزة تثبتولي باها في الحلقة النهاردة ليه ينفعوا ماينفعش ده موضوعنا ننهرده؟ ايه منفعش ليحو؟ بينفعي معا باة فيلم ينفعي معا باة في الحياة نبتدى? شامن رام سعيد كمالاثتناكي? يعني ايه بالنسبة لي ايه؟ يعني لما بتبقي ايه نجمة وبتحس ان انت تتنكي عالناس؟ لا ما بتتنكش عالناس بس ممكن الناس تفهم يعني تعامل معاين ان هو تنكي وهو مش تنكي منا فضالي لو لقيت حد وانت ماشي بالعربية كده يا سازة والنبي نفسه سلم عليك توفي تسلم عليك ولا من بعيد وتخفي ان هو ممكن يكون عايز اعمل فيك حاجة لا لو ماشي او طريق عادي مش هقدر اقف اكيد بس ممكن اسلم فياش مشكلة يعني بتسلم علي كل الناس بحرارة؟ اه طبعا ما سامع كل الناس منا فضالي مش تنكا؟ لا الحمد الله متوضع؟ اه الحمد الله فيه في حياتك مشاكل؟ اكيد كلنا عندنا مشاكل رهم سعيد فيه حياتك مشاكل؟ ما عمديش غير المشاكل انا اتكلم مع بعض بصراحة عن مشاكل اه طبعا جالك مشهد في فيلم ولازم ان تلبسي بدلة رأس تلبسي ولا ترفضي؟ اه ممكن البس بدلة رأس بس اب انا اللي عاملها يعني بتبقى ما حبش ممكن اطلع نابسة بدلة هي بتبقى كتير دي في حياتك بدلة رأس واحدة؟ لا 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 في بدلة رأس بتبقى ممكن بنعملها زي ما بنصور بها في الفيديو هتعمل بدلة رأس بحجاب يعني؟ لا مش بحجاب ممكن تبقى جلبية عادي بس مش بدلة اه اه استاذ رهيل لو جالك دور في فيلم وتلبسي بدلة رأس تلبسي؟ ما تلبسيش؟ لا ليه؟ لا يعني ما يعني ما قدرش البس بدلة رأس يعني والله مش حسن حسن ان هي؟ لا يعني يحس اولا ان انا هخسر جمهور كتير قوي لو عملت كده لان ما بتفرقش معاهم هي بيبقى دا دور رأسة فبا اي حد بيطلع في دور رأسة بيخسر جمهوره من جير ما يحس يعني انت هتخسر جمهورك ومنها مش هتخسر جمهورها؟ لا انا ما عرفش عن منها اي منها حرة لكن انا بقول لك عني انا انا متأكدة ان انا لو عملت دور زي دا هخسر جمهور كتير قوي هي بتتكلم موجة تنظر انها موزيعة واعلامية وانا ممثلة هي طبعا ريهام زميلة وممثلة برضو زميلة لنا بس هي كاساس هي موزيعة واعلامية قبل اي شيء لا بس هقولك حاجة برا موزيعة كمان كشرقية انا متأكدة ان الجمهور ابي يشوف لكن عنده الممثلة دي احسن الممثلة دي يعني عبلة كامل مثلا الناس بتحبها قوي عشان كده عشان هي كوميدية وا 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 لكن ما فيش حاجة مونا زاكية لكن الناس اللي اتجهت بقى طب مونا لبست بدلت رأس فين؟ اه طبعا لبست في خالتي فرنسا بدلت رأس لا لا بس انا مش قصدي كده بس كانت لبسة تحتها طاب و بتعملت بشكل كوميد لكن اي حد دلوقتي بيطلع في دور الدعارة او اختصاب اه لا تي بتبقى شكلها مقزز شوية يعني منها فضالي لو جالها استاس خاليد يوسف كلامها وقالها في مشهد انت بطل فيلم بس خلي بالك ان في مشهد اختصاب مش هتعملي؟ والله انا استاس خالد يوسف قل منه مش هتشتغل معي ابدا عشان انا بعملتش سينما نضيفة خلاص استاس محمد ليه قال كده؟ علشان انا طبعا ما احترامي استاس خالد يوسف انا باعرفش اشتغل افلام بتاعته يعني ما عنديش الجراءة دي بصراحة ايان كان ما عنديش الجراءة دي اا اكلمك بمنطقة صراحة وما زعلش مني لا انت بقول خالد يوسف جراءة بتاعته نفعش ولا انت عملت في عيد ميلادك ده مش جراءة؟ لا مش جراءة عادي يعني بالنسبة لك؟ لا انا انا ما كنتش زي ما تقول كده ما كنتش في وعي تماما اساسا يعني عشان بستبع انا كلمت في الموضوع ده الف مرة وبعدين انا كنت تقريبا ضحية ناس صحابي ومنهم لله يعني ده اللي قدر اقوله لان انا عمري في حياتي ما عملت عيد ميلاد وحد اتكلم عنه انت حضرتلي عيد ميلاد قبل كبه انا حضرتك عيد ميلاد كبه كان متأك جمال طبعا فيش حالك فما ينفعش انه انا قصني بعيد ميلادي كده وانا استأت من نفسي جدا وبعاقب نفسي عليه لانه يكفي ان انا لغاية دلوقتي بتحاسب عليه معترفا ان انت غلطي؟ اه طبعا انا غلطانة جدا لو قلتلك تعتذر الجمهورك تعتذري؟ اه طبعا انا اعتذر بكل كل اللي عندي قلوم انا اسفة ان انتو شفتوني بالطريقة دي انا اسفة ووعد مني بدا ما يتكررش ابدا انت شايف ان في ناس من زميلك او الوسطفاني بنفسينه عليكي؟ والله احنا عموما في الوسط ساعات بيتقال انه اه في ناس بتغير من ناس وفي ناس لا مش بيتقال انت بتقول بنفسينه على طول لا مفيش مش بنفسينه في ناس ممكن تكون اه بتتدايق مني او مسلا اه مسلا كنتوا بافتكروا مسلا صحاب او زميل بياخدوا ادواري في اوقات غريبة او بيدربوني في ظهري حيات كدا يعني مفيش صحاب ليك اعداء مع صحافة؟ اه اعداء؟ لا مليش علاقة بالصحافة في مشاكل مليش علاقة خالص بهم اطعاهم ازا وانت مشهورة؟ ايه انا مشهورة بمجهودي مش مشهورة بالصحافة مش بكلم صحف يقوله وانا بيتكلم عليها النهاردة كويس اه مشهورة بمجهودي مش منا نا في مشاكل مع صحفيين لو حاجة؟ لا الحمدلله خالص؟ لا لا عمرك كان في مشاكل ما بينك والصحفيين خالص؟ اه كان فترة ايد ميلادي فعلا كانت فيه ناس اه كتبت كلام مش حل فيه ناس انا كلمته في التليفون وقلتهم يعني ما تحكموش علي لما تبعوا عارفين الحقيقة الاول اللي كتب واحش دا وتكلمتيه ما اعتبتهوش؟ تعملت ليه كده؟ كلمته؟ اه اللي ما كتب واحش دا؟ اه اللي كتبوا كلام واحش انا كلمتهم يعني جبت نمارهم وكلمتهم انت تلاتة كلمت عن انفوبرامج وصحفيين كتب وكذا كذا كذا الصح ان انت كنت تلاتت في التليفزيون ولا كنت تكلمت يوم الاول بالراحة؟ لا انا فيه ناس كلمتها لأسف وكلموني بطريقة واحشة جدا وفيه منهم واحد قفل فوشي السكة وقال لي اه يعني انا فاكرة جملة مثلا قال لي روحي تربي حاجات كده قال لي جملة غريبة كدا مردتش علي؟ لا انا مردتش ان اقصى قررت يقفل فوشي السكة هاقرد اقوله ايه؟ والغد دولتي بكلموش؟ لا انا بكلموش طبعا خالص خالص وهو يعني انا حتى ما عافش عنه هيجسس انا قلت هفجر مفاجأة وهي دي المفاجأة انا قلت ما ينفعش رام سعيد تكلمناها قلنا لها نجيبلك مين نضيفها طالب اتحد معين وفي الاخر قلنا لها معاك منا فضالي فانا بقولك قداما ومش بوقع ليه قلت لي بلاش منا فضالي واحنا جيبنا هالك تكده مش بتوقع؟ لا لا انا بكلمك صراحة اما انا بكلمك صراحة كده مش بتوقع؟ اه لا بقول الصراحة انا بحاول ان انا بمزيح شاطر وفي جيه انا والمعد اللي بقولك ما تقولهاش وحنجيب منا فضالي لما جيبنا هالك انت تأخرت حوالي نصف ساعة امردتش وولي ليه ما كنتش عايز تطلع مع منا فضالي؟ احنا بتمفروض بتقول كلام ده في برنامج بدي عمل حلقة عن ايه؟ لا على الصراحة عن تهدئة النفوس على الصراحة وقلت فأقول حلقة ما ينفعش لا مش ما احترم السؤال ده الحياة انا انا قلت ان احنا مفيش حاجة كامل بينا نتكلم فيها بالعكس لا مفيش حاجة بيه وبينها هنتكلم فيها هنتكلم في ايه؟ بالعكس انت جد لا هي ستايل وانا ستايل هي في حتة وانا في حتة ايه نتقبل في حلقة واحدة لو سمعت ما تهربش من السؤال ايه اللي خلاكي؟ انا ما بهربش ولاي بقولك بودا انا بقوله مش عايزة اطلع مع منا فضالي مش عايزة اطلع اقول ايه يعني اطلع عامل ايه؟ منا فضالي احمد سوبك كلمك قالك فيه بطولة فيلم وارهام سعيد معاكي رهام سعيد تعليكي ولا بنقص منها في الفيلم خالص؟ لا مش فهمها احمد سوبك كلمك قاله يا منا عاملة ايه؟ فيه بطولة فيلم مش عايزة اقولك وارهام معاكي رهام سعيد هتقولي له اه يا ريت والنبي دي تعاليني؟ ولا تقول له بقولك ايه؟ بلاش رهام سعيد لا انا ما قدرش اقول كده بس انا ببص للدور قبل ما اشوف ما يمين لو في ايه دي كان ايه؟ لا مش بيدي انا عمري ما بتدخل فيه لا تهربش من السؤال لا ده حقيقة انا عمري ما بتدخل فيه رهام سعيد تعلي منها فضالي؟ ولا لا اه ولا لا اه رهام تعلي اي حد مش انا بس يعني يعني من لا حقيق والله بغد النظر يعني امصاري طبعا انا اه بصي انا هقولك صراحة انا اتضايق طبعا انت كنت شاستلعي معايا بس انا بغد النظر انت شاستلعي معايا انا بحبك كموزيعة ويمكن كموزيلة لا لا انا اول ما عرفتها عرفتها موزيعة تمام موزيلة بتعجبك في التمثيل؟ لا يا ريام موزيلة كويسة جدا بجد عشان كده عشان كده هتعليك ارهام سعيد منا بتقولك انت تعليها منا فضالي تعلي ارهام سعيد في فل بصراحة ومش عايزين نلوع لا بص هبقولك بصراحة والله اتا كلها عايز تاكلني ليه طب بالراحة تعليك او ما تعليكيش لا يعني هي ردة ردة دبلوماسي لكن انا شايفة ان كل فنان بيعلى بأداءه بجد مفيش حد بيعلي حد يعني كل واحد ليه جمهوره يعني منا منا ناس بتحبها عشان هي منا مش عشان مسلت مع رانيا يوسف ولا مسلت مع ليلا قلوي ولا مسلت لا يعني انا ريهام سعيد تعلي بريهام سعيد سؤال تاني يعني بصيغة تانية احمد صوبك تكلمك يا ريهام انت بطلة الفيلم اجيبلك منا فضالي ولا منا شالبي لا انا مبختارش زملائي لكن لا الفيلم بتاعك وما تهربيش منا فضالي هسلك هتريحك معاك فيلم مش هتغير منك ولا اجيبلك منا شالبي هتختاري مين؟ منا شالبي هتجيب ارادات للفيلم اكتر يبقى هتختاري مين؟ مش مش حاجة شخصية ليا تختاري مين بقى؟ ويسألني انا ليه هو المنتج انا ست المنتج وعايزك في فيلم وباسألك صراحة اجيبلك منا فضالي يا حبيبتي اي حد هيقول ان اكيد منا شالبي اكيد نجمة اكتر يعني منا شالبي منا شالبي منا شالبي بدلوقتي سوبر سوبر ستار اه ماشي انتو الاتنين كان عندوك اوضايا ان في ناس انت برضو نفس المشكلة الشابكة بتاعتك وانت نفس الموضوع الشابكة بتاعتك فيه اواضي الحقيقة يعشان احنا في شهر الكريم ونباين للناس عشان نعرف في الناس الحقيقة انا لسه كسبان القضية مبارح كسبتيها؟ الحمد الله الحمد الله انت فعلا كنت واخد الشابكة؟ بييني الناس انا عايزك اه انا شابكتي راحت العادل اللي باقي كان معي من الشابكة كان دبلة دهب اه وروحت وقلت له الكلام ده في تليفونته انا بعتها وجبت بيها جزمة اه دبلة بتساوا عندي الجزمة؟ انا انا بحكي اللي انت بتبتولي قولي صراحة بعد كل ده؟ قلت كده بعد كل ده؟ ده اللي حصل شابكة بقى هو واخد الشابكة قريدي اه هجيب له شابكة منين وبعدين هي المشكلة انه انا ما عنديش خبرة انه انا عشان ادي شابكة الواحد اه هجيب اثبات اه او اجيب شهود عشان هديله شابكته واحدا بيجي يبيع بيبيع من كل حاجة يعنى بقاش باقي على حد منا فضالت خطفتي اه حس ان الموضوع ده مدبر ولا عادي صدفة خطفوك كنت ماشي معلوق حكي اني اللي حصل ولو سمحت ما تكدبيش والله انا ما عرفش صراحة مدبر ولا لا بس انا اه ليه بتفكرني بحاجة لا 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 ما عليش تفكرك مش العربية رجعت اه رجعت من قريب يعنى طيب وليه ليه اللي حصل بالزبط وما تكسفيش وعلى فكرة قبل ما تقولي حاجة انا في نفس الموقف بتاعك وخده مني العربية بتاعتي وانا راجل كمان لا انت لو راجل ده موضوع لكن انت ما تبقى لما تبقى ست وتعرض لاهانات وشتيمة وضرب وقلة ادب كان موضوع صعب جدا اصلا عليها حكيلي بالتفصيل بالاول ما خاطفوك بالزبط معلش ما بحبش ساعدة عشان بدي معلش لو سمحتي الناس عايز تسمع بساعدة لا بليز مش عايز اككله معلش يا مني لا خلاص والله بحكي الناس ما تعرفش انا 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 لا والله الناس عارفة بس الناس ما تعرفش ايه يعني اللي عايز يسرق حياخد عربية وحيسرني في الشارع اه بس انا اخدوني ساعة قاعدوا يضربوا فيها في العربية وشتيمة وتهزيق وقاعدوا يديهم ابوسها كلهم خمس رجالة وشتيمة واخدت كلام مش حلو بجد بليز مش عايز اككله أجل موسيقى منا فضالي كتب عالفيسبوك ان انا معجب بيكي وعايز اتجوزك ساماتي اللي شعديت اه ساماتي شعديت طب قالوا لي كده عشان انا عمسة ارحت ايد ملدك لا ما عارفش بس ما فيش اشعاب بتطلع من غير يعني شرارة كده أكيد حاجة حصلت لا مفيش حاجة أنا وروحت لعيد ميلادها كان عيد ميلاد منها لعيد ميلاد دا اللي عم حصلها مش كده ابتدت عيد ميلاد عملت عيد ميلاد طب ما انت جيت عيد ميلادي بس ما حدش قالي ان احنا متجوزين ممكن عشان انتي مش عارف انا بس تصلي علي مركزين علي قوي هم اي حد هي جنبي دلوقتي يبقى علي كلبوش خالص بصراحة كده بصراحة كده بتقبلي؟ انت اديت لي منا كده مساحة اكبر مني بكتير يعني اطلع في الحلقة كده سنيدة ايه المشكلة يعني يعني ايه المشكلة حضرت جايبني ليه طيب يعني مشكلة انت بدلت تسأل اسئلة تسأل اسئلة انا يعني لما بتروحي برنامج حضرتك وانت المزيعة مش انت اللي بتدري للحوار او بس انا لازم كضيفة اوافق يعني انا مكنتش مفقى اجي اساسا انا جيت عشان بس النهار انا جيت بس عشان القناة حتى هتمنتجي ده حضرتك انا هشيل الحاجة اللي مش عاجبيني هشيل برنامج تاعك ولا حاجة انا معرفش لا ده انا ضيفة فيه منتضيفة طيب الستة او اختة او الزميلة حصلها موقف وبكت فتاخد عقا بانطلعها من الموت بس لا انا ما بتكلمش عن انها بكت بكت على عيني وعلى راسي انا بتكلم بقول ان انت مقسمتش الحلقة صح لان انت اكيد ايه الخبرة انا انا اللي اقول Ooh ما رات زيع في حياتك من قبل ما حضرتك تزيع وانا بزيع حضرتك والله We are. ماش بتال من قبل ما انت نجم حضرتك انا نجم حضرتك طيب يعني يبقى يبقى خلص الحلقة صح احسن من الحلقة ما تتزارش اصلا يعني اممكن نزل الشارع انو انت حضرتك كده حنشوف مين حضرتك لا خلاص لو عايز ترمي الحلقة دي نرميها دي حاجة ترجع لنا حضرتك لا مش ترجعلك انت ولا حاجة والله ترجع لنا اكيد انا بالنهار يعني للنهار ابقى منك بكثير النهار انت عاش صعبتك النهار ولا ايه يا زهر يا استاذ دي بتقولك اما انتش الحلقة يا استاذ يا استاذ عماد ما ينفعش ان انا افضل قاعدة على الكرسي كل بك الثعين يعني اصعبالله العظيمة رب سعليت اصمانه لانتش اتفضل اصايز يا استاذ ايه كبتعايت اصايز حاضر اصايز اصايز راضيها استاذ حاضر ايه هن راضيهاده يعني ايه هن راضيهاده اما انت عايزت استعديف منا فضالي الوحدة ما استضفتوش الوحدة اللي على فكرة انا حرى حضرتك بل انت حقبت بالزبط انت حر بطني ليه. هو انت حريك طلع ببرنامج ببلاش? مش واخده مقابل حضرتك? لا مش واخده مقابل حضرتك. انت طلع ببلاش? لا اه انطلع ببلاش. ده مشكلتك مع الانتاج مليش دعون حد. لا مش مشكلتك مع الانتاج هنفوتش انا فلوس من قنابتك. حاضر حضرتك. حنسألك 13 سؤال حضرتك فضالي. يلا يا استاذ. لا مش هسأل ولا عايزة اطلع معك اصلا على فكرة. انا مش قاعد هنا عشانك. حاضر استاذ. ما قاعدتها مش عشبين حضرتك. لا مش عشانك عشان القنا بتاع ته. حاضر فاني. مرسي على زوقك. يلا يا استاذ بعد ازد. بتقفقفي على ايا منها ده حقي. حابطي انا كلمت. عصلك بتبصي في الساعة وبتقفقفي وحاجات كده. ايو عشان انا عادي تصفير بعديك. طب مع اعمل انت مش جيتي هنا برضو يعني. والله انا معادي الساعة سبعة دلوتي الساعة عشرة. معلش بس انت قبلتي تيجي يعني. فلازم يا حاجة تتعامل صحية ما تتعاملش. كلمي بقى هو تكلميني عشان انت اللي بتقفقفي فبكلمك انت بس. انا ح فرر انك تقفقفي لانك بتقفقفي على الكلام اللي انا بقوله. اه ازن يعني في طريقة الكلم معي فيها. لا انت هتعلميني الطريقة اللي اتكلم بيا. اللي اعلمك وتعلميني. انا مش جاي تعملي برنامج. انا مش جاي اعمل برنامج انا جاي اعمل خدمة الله. خلاص اعملي خدمتك ونمشي. اه. بس بطريقة لطيفة. مش بطريقة مش لطيفة. حاخد كورس. عشانا فاجأة حسيت ان انا قاعدة مع نجمة النجوم. لا حتي انا كنبرسة ولا دسالي. خالص. انت اللي قلت على نفسك. سعلا. عايبة ما بتقولها لكم برصا انا ما قولتش خلص هيلي بتقول. انت قلت يا كنبارس عايبة. هي. بتقول بسماتش. انا ما اتكلمتش خالص. منها منها معلشية انا عشان انا عشان انا ولا علاوع شعرا. مة بوصل mistake هل구나 لأحلاك كده من. pronouninating.B sticker ms wat انا. انت عشان صاحبة النهار ولا ايه. كان di無ir a ms ant yad asán madader kablad sida shan money yad nevna bar. الله العظيم قبل. عشان خاطر انا حبيبي. عشان خاطر بيchyloche stamp. لا 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 لAccقلتم slash act. لسwher than of the ch doit have been wa síraw. قلتоне. قلت فا unos little. repent that ya, اسمع انا ماليش الكلام ده انت اصع ماك تسأل اسئلة رخمة انا مساوز افتكارها يا حبيبي انا فيش بني وبينها اشتكلمني كده. انا متأسف لك. ده انا بالعكس. انا اختم انا اختم. انا مسلم عليها برة وحضنها وباي ساعة تلات زي الامر. ايه عشان هي النهارة يا ساعة بتكنوط النهار دلوقتي. معلش انا هافل انا هافل. لا انا مش عايزة. عشان خاطر ساعة. يعني انت بطلوبة منا حاجة بعمل. عشان خاطر انا. عشان خاطر انا. عشان خاط انا مش عارف ايه. انا هي مش تنكة فان. لا لا تنكة. بتعرفوا سلم علي ازاي? سلمي كده? اول ما دخلنا بتعملي ازاي? معلش. هي حرة. بس انا مالهاش نتكلمي كده. يا الله اخوش اختم معلش. 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 يلا. عشان خاطر يلا. يلا. يا سعد النبي عشان خاطري. وغالو تسعد. وغالو تسعد عني. يلا. سافل منا فضال يا جماعة. سافل احلى منا فضالي. زي ما احنا شوفنا منا فضالي كالة المقلب. وما تعرفش ان انا موزيعة البرنامج. وبالرغم من انها قابلتني كثير قوي في حياتها. وتعرف ان انا بعملها كويس جدا. برغم اني سلمت عليها بره كويس جدا. وكلمتها كويس جدا. برغم انها تعرف ان دي من شخصيتي خالص. ولا تيجي جنب اي حاجة. صدقت لمجرد اني كلمتها وحش او استفذتها. وهو ده اللي بيحصل دلوقت. ان احنا دايما لما بيخلق خلاف بنختلف. لازم ينخلق خلاف. فاحنا اقول لان الخلاف ممكن يعدي من غير صوت عالي ومن غير نربازة. منا استحملتنا النهاردة. وعلى غير العادة ما كانتش عصابية. بذلك في البذل. انت وحش جدا. انت زي العسل. ورخم. احبك. احبك يا رخم. طب بزي منك انت ستاقش. انا اكلمت كده. والله اتصدقش. انا اديت منك دلوقت. اه. مش بهزر والله. البيعتي من ايه? انت بتهزر. انا لا يمكن اكلمك كده. با انا لسه ايلله كده. وانت اقول لك ايه? مش عايزة اتكلم عشان كده. بالرغم يا جماعة من احنا. ايه اللي مش كتب بكتينك وبطور. والله اتصدق. والله انت رخم. بالرغم من ان احنا ممكن نختلف. ما ينفعش يبقى بينا خلاف. لازم نسمع بعض. لازم يبقى بينا لغة الحوار. لازم نصبر على بعض. عشان ما نوصلش لللي احنا مصدنا عليه دلوقتي. شوفك بكرة. تافل مننا فضالة.